تقدم القياد في تحالف القوى النائب الدكتور أحمد عبدالله عبد أبو مازن بخالص العزاء إلى الأسرة الصحية في محافظة صلاح الدين برحيل الدكتورة زينة عبدالرزاق يحية وهي تدافع عن أهلها في مستشفى الشرقات لحمايتهم من فيروس كورونا وأكد في برقية تعزية أن رحيل الدكتورة زينة عبدالرزاق يمثل تضحية استثنائية لأنها جادت بالنفس لإنقاذ أهلها قبل أن يتمكن الفيروس منها ما يعبر عن صدق الانتماء للوطني وشرف المهنة ودع الدكتور أبو مازن بالرحمة للراحلة والصبر الجميل لزملائها وأسرتها الكريمة وأهلنا في محافظة صلاح الدين عامة والشرقات بشكل خاص اشتركوا في القناة